ها 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 هوا كل حاجة ما بتخدش عادي الريموشي مش ريموشي ماشي مش ععرف الحواجبي مش حواجبيه تمام الشعر مش عاري اوكي الشلال بتاع دي اللي هي طبعا دي وحشة جدا في طب الأسنان اللي بتغطي يعني بيستخدمها دولية متدقاوي يعني مناسبة مش عارف ايه قال لها دي أسناني أغمع عليها وعلي فكرة دي القاعدة الأساسية اللي عايزكو تعرفها الإنسان يتقبل أي شيء في شارك حياته أو في الإنسانة اللي معجب بيها إلا إن سنانها تكون وحشة سنانها وحشة كنتم معها الباقي كله أزواء في ناس تحب الطويلة في ناس تحب القصيرة في ناس تحب السمرة في ناس تحب البيضة في ناس تحب الشعر الطويل في ناس تحب الشعر القصير في ناس ما يفرقش معاه الشعر خالص كل وارد فيه ناس بتحب البنت اللي هي اللي أنها خضرة فيه ناس تحب البنت اللي أنها السودة لكن مفيش حد بيحب سنانه وحشة لا بنت ولا راجل كلام ده حطوه في دماغه كويس قوي ولذلك اللي عايش عنده سنة مفقودة وعمل يصير فلوسه يمين وشمال بقوله بليز أعمل سنانك وخصوصاً إن دلوقتي فيه حاجة بقى لازم أقولها لكم سنة 1952 فيه تسمية قالت اسمها الاندماج العظمي على الظاهرة اتواجدت عشان توصف ارتباط التايتينيوم بالعظم المفهوم بتاع الاندماج العظمي اتطبع في طب الأسنان سنة 1960 وطبعاً واحد اسمه برون مارك هو اللي بدأ يشتغل للشغل ده وبرون مارك ده بروفيسور في جامعة غودنبرج قام بوضع غنسات الأسنان لأول مريضة بشرية اسمها غستا لارسون ده بناء على فهمه إن فيه حاجة مهمة جداً اسمها لاندماج العظمي ما بين العظم وبين الغرسة النهاردة هنتكلم على الغرسات الجديدة والأنواع الجديدة والتايتينيوم وفيلم كبير قوي وليلا يا باشا النهاردة في الحوار لأ وبعدهم فيه حاجة تانية كنا بنخاف من الزرعة لزرعة تضرب عصب لزرعة توصل جيب أم فيه طلع فيه دلوقتي تقنية حديثة جداً تخلينا بمتأكد أثناء الزرعة إن أنا بعيدة على العصب وبعيدة عن الجيب الأم فيه وما فيش احتمالات إن أنا غلط يعني التقنية اللي هنتكلم عليها دي تقنية تحميني أثناء الزرعة نفسها مش تحميني قبلها وأنا في الزراعة معتمدة على خبرات أو رؤية قبلها قصة برضو موال جامد قوي النهاردة القصص والبوابيل كثيرة مع ضيفي العزيز الذي سيبدأ في حواره الغير تقليدي والممتع دائماً أستاذ دكتور شادي علي حسين كل الطب ببني على أدايك نوز تشخيص إهمال الأسنان كاريس يا دكتور عيمان وتشخيص الأسنان حاجة في غاية الأهمية ربنا خلق لي مقاييس قياسية لأسنان حشوة التجميلية يعني إيه؟ يعني إيه كلمة حشوة تجميلية؟ طرامة لسه ما وصلش للعصب يبينسميه العلاج التحفظ دايماً الناس بتهمي الأسنان في مرحلة ذا عالم طب أسنان للأطفال بقى عالم مهم كده شهرة القشرة التجميلية في الغرب أكتر كتير جداً من الموجودة في مصر تحضير القشرة التجميلية هو أصعب تحضير في تركيبات الأسنان مفيش حاجة اسمها قشرة من دار تحضير في ربع ساعة بتخلص الزرح أنا يا دكتور هخش لك العيادة هطلع من عندك فاضي ولا بسنان هتطلع بسنان بس في الأول وفي الآخر أنت ماشي بسنان أحسن من اللي تدخلش الأستاذ الدكتور شادي علي حسين أستاذ مساعد بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس دكتوراه علاج الجذور بجامعة عين شمس ماجستير علاج الجذور بجامعة عين شمس زميل الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان عضو الجمعية الأمريكية لعلاج الجذور المدرب المعتمد من الجمعية العالمية لطب الأسنان الرقمية اشتركوا في القناة ومعها انت بص لي سنة وقعة وبيصرف لس في الهيافة مش عارف ايه مش عارف ايه لا يحصلوا من جراء هزي السنة المفقودة والاية المشكلة في النقطتين دايما هو الموجه لنفسيات معظم الناس ويمكن احنا في التخصصات تانية برضو بنعمل كده الحاجة الاولينية هو ان الاحساس ان الموضوع هيبقى لمو هياخد وقت فممكن يبقى كسل او خوف الحاجة التانية انه هو يبقى شاف او شاف خبرة من حد تاني مش كويسة او سمع كلام من الناس بتحسسوا ان الموضوع بسيط او هو حاول انه هو يشوف الويكيبيديا والحاجات اللي بيحاول دايما يحاول انه بص على جوجل يقول لك جوجلت فتلاقي انه هو هداز انه ان المشكلة دي ممكن تقدي لمشاكل في الهضم لمشاكل في ده يعني ممكن ناس كتيرة جدا عايزة اقول لك ابتدت ان هي تتخس وتبقى تلعب رياضة ومش عارف ايه والكلام دي كله مجرد ابتدت سنانه كان الاول سنانه والخلفية دي مش موجودة وهو مش مهتم بيها شكل الوش اكبر سنة كتير جدا هضم وحش جدا ابيز وتخين ومش عارف يبقى حاسس ان هو مبسوط ليه لان هو مش عارف يأكل الحاجات الالياف والحاجات المظبوطة والحاجات الهالسي علشان اللايف ستايل كله بادي من الفم بيت الداء على رسول الله السلام على قول الرسول الله السلام ان بيت الداء هو الفم المعدة بيت الداء بس طبعا كله يعني حاسبه من قدم له قيمات ان يوقف ده عضو ده طبعا فلما منيجي نتكلم احنا جنرل ابتدينا ان احنا يعني مرة واحدة كده مدخلين اتنين تكنولوجيا في الزراعة مع بعض علشان نحسن experience تاعت الناس نوصلها يعني للالتيمت زي ما بيقول اول حاجة حركة ابتديت يمكن بموضوع الاندماج العظمي او الستو الانتجريشن واول واحد فعلا عملها هو برانا مارك واحسن ده كان دكتور عظام بيحاول انه هو كان يعني معاقر شين كان والده غاني جدا فكان بيحاول يعني عنده كاميرا لما جوم يعملوله كاميرا ده محرك مثلا كده بتيجي تعمل حاجة دهب يعني مثلا اللي بيعمله عربية دهب فهو عمل الكاميرا من التايتينيام التايتينيام ده كان يعني بيستخدم قبل البلاتينيام كان هو دهب لبيض بتعزمان كان التايتينيام ده الحاجة ايه قبل البلاتينيام كويس؟ هو داركر شوي عن البلاتينيام وبرضو عنصر من العناصر الخاملة الندرة في اعلى الكيميكل متل تشين فطبعا عمل الكاميرا من التايتينيام ففوجئ برد فعل العظم او الاندماج العظمي ده الظاهرة دي اكتشفها ان هو كان ده حاطت الكاميرا دي كاميرا صغيرة من التايتينيام حاطت عشان يصور بيها التقام العظم بعد الكسور ففوجئ ان حصن اندماج عظمي ما بين التايتينيام وما بين العظم والانسجة الرخوة كمان اللي هي ذي الجلد وزي اللاسة وزي الكلام ده كله بتتقبلها بشكل هايل فطبعا الهافن او الجنة بالنسبة لاي حد دلوقتي انه يعمل الحاجة من التايتينيام فابتدينا ان احنا ندمج الشكل الحلو بتاع الفورسلان الشفاف اللي عاملينه جديد اللي هو الالترا ترانسلوسن زيركونيا مع الهيكل التايتينيام مشكلة التايتينيام الاساسية انه هو محتاج مكان من نوع معين مكان اللي هو السي اني سي كبير جدا محتاج ديزاينز عنيفة لانه هو الموشنز او حركة المكان اللي بتخرج دي بتختلف من حاجة للتانية فهي محتاجة زي ما تقول كده دكتور ايمان لاين صناعي وليس لاين طبي تو سببورت لاين الطبي فلازم يبقى فيه حاجة زي مكان مصنع تبتدي تقدر تعمل فيه الفريمورك التايتينيام ده فكان فكرة او تكلفة الكلام ده ككوست افاكتفنس او ان انا اقدر اعمل حاجة زي كده اعمل مصنع تايتينيام عشان اعمل بس مجرد تركيبات ما كانتش تنفع انها تتم على مجموعة عيادات صغيرة يعني ماينفعش واحد في عيادته يعمل يجيب مكينة تايتينيام مكينة هيوج ماشين عشان تعمل تايتينيام دي محتاجة مكينة زي ما حالك شايفة كده مكينة يعني ضخمة جدا فطبعا الحمد لله انت عارف شاي نواية توصلت اربعين عيادة فبقى عندنا كمؤسسة علاجية من اكبر مؤسسات العاجية في الشرق الاوسط بقى عندي الكاباسيتي او الكام ان انا اقدر اعمل مصنع للتركيبات واعمل التايتينيام فدي اول حاجة اللي هي التي دايماند اللي احنا قدرنا ان احنا نعملها وذا ما حالك شايف كده تاي دايماند اختصار تايتينيام تايتينيام بلاس دايماند اللي هو الـ UTML الـ Ultra Transolution Zirconium بلاس زاركونيام اعه تايتينيام وزيركونيام الزيركونيام اللي احنا متعودين عليه بتعمل بالكمبيوتر وتيتينيام كمان معمول بالكمبيوتر فده ندينا اولا في التركيب اننا نقدر نركب فترة قصيرة جدا التركيبات التآكل بتاع العظم حولها ألال جدا اللي التحام بقى أصبح الأربع زرعات أو الست زرعات ملتحمين مع التركيبة هم حتة واحدة فأصبح في توزيع للأحمال هايل وزن التايتينيام ده خوف في الريشة من عمره ما يكون ريحة وحشة ليه لأن ما فيش ما يلتصقش على سطحه أي حاجة البكتيريا ما تقدرش تلتصق على سطحه اللي ستتعامل معاه بشكل هايل ما يبقاش فيه فراغات طبعا التايتينيام ده انت ما بتشفوهش ده بيبقى تحت هو ده اللي ملتصق في اللاسة اللي الحاليك بتشوفوه هو والتركيبات اللي هي نسبة لللي عندهم نقص في اللاسة اللي بتجين زراعة شبه لاسة صناعية بالزبط الحاجة الجميلة في الموضوع بقى كمان إنه هو مفوش أي مادة لازة يعني يمكن كنا منتكلم عن حاجات دي في الزراعات اللي هي بتاعت السنانة المنفردة إن دايما مادة اللازق هي السبب الرئيسي في حدوث البرئيمبلانتايتس أو الالتهاب محاول الزراع ليه لأن مادة اللازق دي بتنزل بتدي تعمل الالتهاب حاجة في مها كأنه الجسم يعتبرها جسم غريب وتبتدي يحصل الالتهاب وبستلاقي إن فيه ورم حوالين الزراع بعد ما بيلزق التربوش أو بعد ما بيحط التربوش دي التايتينيام ده بيطرب التايتينيام في تايتينيام فأصبح مفيش أي مادة لازق موجودة نهائيا طيب ده منظر يمكن الفريم ده قبل ما بنحط عليه الجزء الزركونيوم والجزء البينك وبعد ما بنحط عليه الجزء الزركونيوم والجزء البينك يمكن برضو معنا صورة ليه بيبقى شكله طبيعي أسنان طبيعية تماما فده الجزء بتاع التركيبات يعني احنا اللي هو الجزء بتاعي دي دايومود دايما الاتريكيوم دايما المشكلة اللي كانت بتقابل الناس برضو أجين اللي هي إن انا بقى طب ده جزء بتاعي التركيب إحنا خدناها من الآخر للأول طب الجزء بتاعي إن انا أحط الزرعة جزء بتاعينا أحط الزرعة كنا بنشتغل عن طريق الأشخاص المقطعية العديっ وإن احنا نحط الزرعة عن طريق الدليل الجراحي وهو ده يمكن منظر التركيبة التاي دايموند هي عبارة عن لسة وأسنان من جوة بقى التايتينيوم حالياك شايفه مش شايفه هو من جوة والنحية اللي لزقة في اللسة من فوق فده بيتربط عليه التايتينيوم وبيبقى وزنه بقى دكتور أيمان تتشيله هو خف الرشة تمام ليه لأنه هو مادة التايتينيوم دي خفيفة جدا 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 وفي نفس الوقت قوية جدا 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 تايتينيوم هو قوي لسببين يا دكتور أيمان السبب الأولاني أنه هو الجزيئات بتاعته قريبة من بعض جدا فليها تركيبة فيزيائية وكيميائية بتخلي أن ما فيه surface energy بتاعته أو الطاقة السطحية بتاعته عالية جدا فما فيش أي حاجة تلتصق به في نفس الوقت لما بييجي يضغط هو حنين جدا على لو دست عليه بعربية نقل تقدرش أن انت لا تتنيه ولا تكسره فده الجزء تبرا عايز إليك بس ميزة أن الحاجة تكون خفيفة في الزرع في الكبري نفسه أنه يكون خفيفة طبعا أنا دلوقتي النهاردة الكبري ده محطوط على الفك السفلي أو الفك العلو فك السفلي بتاع الفك السفلي بالزاد هو مشدود بعضلة العضلة دي كل ما وزن الفك زاد أصبح المجهود على العضلة دي أكتر زي ما حضرتك النهاردة بتشيل دمبلز أو بتشيل حديد كل ما بتزيد الوزن المجهود على العضلة أكتر فطبعا أنا بحطه أساسا في حالات العضلات بيبقى ضعيفة كبير في السن كبير أو أنه هو لما بيخلع بقاله فترة بيحصل تراهل لعضلة المسيتر دي فأنا النهاردة لما بحط التقيل ده بيعمل صداع النصف وتلاقي الدكتور مش عارف سبب الصداع النصف منين وتلاقيه يروح يعلف على دكاتة الأعصاب ودكاتة الأنف والأذن ودكاترة الرمض ودكاترة كل التخصصات علشان يعمل يشوف في السبب الصداع النصف لي وسبب أنه هو حط كبري تقيل جدا فده من الحاجات اللي وجدناها هو عيب أصدع تراكشن تراكشن هيدك تراكشن هيدك بالزبط اصدع شد عضلي بالزبط يجي يمكن التقنية بقى لشغالة للناس دلوقتي إن أنا أحط الزرعات إزاي دلوقتي أصبح عندنا في حاجة اختراع برضو جديد اسمه النافي دانت النافي دانت ده أو الأشعة التفاعلية هو اختراع ونافي ده اختصار إيه نافي جيشن في الدانتل نافي جيشن يعني ملاح بالزبط جاي جي بي اس كده وهو تعريفه العلمي ديناميك نافي جيشن سيستم يعني الملاح الحركي أو أثناء الحركة أثناء الفعلي أثناء العمل أثناء الحركة أنا بشتغل بزرق بالزبط هو ده فكرته ببساطة إحنا بنحط زرعات اللي في التجاهات صعبة زي الأولونفور بنحط الزرعة ميلة بشكل معين بنحط عايزين نحط في مناطق جنب العصب في وراء الجيب الأنفي عايزة حط الزرعة في مكان علشان أمن يعني أوفر على المريض ده أنه نزرع عب فده عبارة عن موشن ديتيكشن كاميرا الحركة دي المحركة شايفها دي كده هي عبارة عن كاميرا بتصور الحركة وبتفضل ماشي وراها فهو بيلقط التارجد بتاعه التارجد بتاعه هو مع الجهاز ده في حاجة معينة بتركب على الجهاز باللي بيحط الزرعة زي شكل دايرة كده فيها حتة بيضة وحتة سودة كده زي ما بقينا في الصورة الجهاز بيقرأ الشيب ده ويشوفه رايح فين إحنا بنعمل التخطيط الجراحي بتاعنا للزرعة في أي حتة أنا عايزها يا دكتور أين ولترلي في أي حتة جاعة الجبل في جنب عصب في أي حتة في أي حتة أنا عايزها وأنا مش خايف ليه؟ لأن أنا هخش من الاتجاه اللي هيعجبني والجهاز هيوريني الاتجاه الصح اللي أنا همشي به فين ويوري حضرتك تارج زي ما أنت شايف كده تفضل ماشي موجهك أنت عايز تحط الزرعة دي للزرعة اللي إحنا عمنا لها بلانيج أو اللي إحنا عمنا لها تخطيط قبل ما نشتغل يفضل مماشيك يقولك لأ خش يمين شوية خش إشمال شوية أقف أقف في 30 ثانية تدخل العمق قدامك كمان شوية وتقف أول ما توصل للعمق تقف تحط الزرعة في المكان المخطط ليه بالزبط بهامش إيرور 3 من 10 تلاف 3 من 10 تلاف من الملي يعني تقريباً ولا أي حاجة فبالتالي أنا النهاردة قدرت إن أنا حط زرعة بدون جراح في 30 ثانية من غير ما أعمل خطوات مقاسات عشان أعمل دليل جراحي قدرت أشوف ودي ميزة كانت حلم إن أنا بدل أكني بقول إكس راي فيلم إكس راي أو صورة أشعة بقى عندي فيلم أشعة بدل ما أنا عندي صورة سابقة فيلم يعني فيلم متحرك متحرك صور صور ورا بعضة بالزبط بالزبط بقدر إن أنا أمشي عايز أخش في العظم في الحت في الاتجاه ده عايز أعمل كذا في العظم في الاتجاه ده عايز أحط ده عايز أفكرني بإيه النافي ساستم النافي ساستم يفكرني زي ما يكون إنت رايح مشوار واحد مهتمي بك أوه بيكلمك طول المشوار لا مش بيكلمك ده أنت بيصور لك وهو بيقول لك إيه إنت وإنت ماشي كده في قدامك صور مدرسة آه وهو شايف الصورة ادخل يمين ده مش بيصف لك وسابك لا ده هو معاك أول بول لا ده كمان يعني هو يمكن لو قربناها للناس زي جوجل بس كأن جوجل بيتحكم في الدريكسون والفرامل آه كويس يعني هو ده لوقت التسلا بقى اللي هو العربية التسلا ده لوقت بتمشي لوحدة كويس تسلا ماشي نتعلم منك بعد الهواء فهو متوجه إنه هو أنا إيه اللي أنا عايز يروح في الحتة الفلانية هو بيشوف الطريق اللي هو بتاعت العصر اللي هو بعيد عن الضحمة آه وال بتاع يعني ذاي بالزبط جوجل كويس يقول لك لأ ابعد يوم عام لما يلاقي حتة زحمة يقوم جايب لك حتة تانية تروح منها يقوم كمان بقى بيدوس لك فرامل ويدوس لك بنزين وبيخش لك يمين وبيخش لك شمال هو الجهاز ده بيقف لو أنت دخلت على الحتة غلط لو أنت ماشي في اتجاه غلط يقوم واقف والدوران يقوم واقف دوران اللي هو الحفار الحفار ده أو الزرع نفسها في حط الزرع ما هو أصل ده تعرف الدليل الجراحي كنا بنستخدمه إنه احنا بنحفر به بس لا ده أنت مش تحفر بس أنت بنعم ده أنت بتحفر وبتحط الزرع وبتام كل حاجة بالجهاز ليه أنت كل ما بتقرب من العضن هو بيوريه لك أنت فين بيوريك مقطع عرضي ومقطع طولي ومقطع كروس ساكشن أنت بقى سؤال مهم باللوقتي وإنت بتحفر مهمة أو بالنسبة لك أنت بتعرف أنت بتحفر فين بعيدة عن عصب بعيدة عن جيب أمفي صح؟ تمام طبعا أنت كده أمان ما أنت لذا ما حفرتي تمام لما حط الزرع هحتاجه تاني في إيه؟ هحتاجه تاني إن ما يحصلش برضه أنا النهاردة أنا ممكن أعدي من جنب العصب بنص مليا دكتور أين وإنت بتحط الزرع تروح جايب العصب وأنا بحط الزرع مائي لإيدي شوية كده أو بخبط العصب السرقة كفية بقيت حاجه يروح تطير دكتور سنان لا بس سؤال الفاد ده سؤال الفاد ده هو العظيم هو ما بيسبش نسبة أرور بوصلك لغاية بره الأمان زي بره إيه وصلك لحد ما تحط الزرع خلاص حطيت الزرع جوه فم المريض خلاص هو بقى خلاص بقى أنا كده تمام وهو عارف نوعك أنت عارف حدرتك الجزء من التعالي learning curve ده الجهاز ده صعب جدا ليه؟ أنت بتعمل قياس بتقوله لازم تقوله كل أداة عندك تعرفه عليه كويس بنقعد نعرفه قبل طبعا الكلام ده مرة واحدة بس بنعرفه أنا والله عندي الزرعات أطولها كذا وعندي الشنيور بتاعي ده ده حجمه كذا ويشوفه ويقرأه ويعمل كاليبريشن يلازم يقرأ يقيسه بحيث أنه هو لما يجي يوصف لك أي حركة يوصفها لك صح 100% يبقى هو عارف فهو هذا الشنيور مثلا سمكه قد إيه بيحفر بسمكة قد إيه بطول قد إيه ومن الحاجات برضه اللي أنا بحبش أدخل الناس في تفاصيل كتير بس كلمة حفر دي ما بقيتش موجودة ليه بقى؟ إحنا كنا زمان لما بنيجي كان في حاجة اسمها كنا نبتدي إن إحنا نحفر حفرة جوه العضل علشان نحط الزرع كويس؟ فكان حتى الحفر ده بيخوف الناس كلام ده ما بقاش موجود الكلام ده دلوقتي بقى في حاجة اسمها بيولوجيكل انسيرشن بيولوجيكل انسيرشن ده إن إحنا بنلف بالراحة خالص كده كويس بأداية بدل ما كانوا مثلا خمس ستة أداوات أداية واحدة وبعدين قم حاطة الزرع بضغط بسيط من طبعا تورك يعني عزم من الجهاز ويه الزرع بدل ما كانت بتتعامل بحفر لا بتتعامل زي الساندويتش يا دكتور أيمن عارب أكدنك إيه بتزق العضم شوية كده البرة وتقوم مزحلقها في النص كويس؟ عشان ما هدرش عضم عشان ما هدرش عضم عشان ما حفرش هي كلمة حفر دلوقتي أصبحت غير موجودة دي عايزة حلقة لوحدة دي عايزة حلقة لوحدة ما هو ده من ضمن السايكل على فكرة دكتور أيمن بتاعت النافي دينت ما هو النافي دينت مش مجرد جهاز بس بيقول لنا الاتجاه لا ده ليه فتب معين في الحفر فيه أو ملاش الحفر بقى الوضع الزرع ليه فتب معين في التصميم بس هو خطواته الشبه للخطوات الأديمة بالنسبة للمريد لا هي مش الشبه خالص هو بياخد أشعة وبيخش حط الزرع معادش فيه مقاس في النص معادش فيه دليل جراحي بيتصنع معادش فيه تكلفة دليل جراحي ما أخد بالك من النقطة برضو أنا النهاردة كنت زمان باخد مقاسات دي ليها تكلفة عليا وعلى المريد بعمل دليل جراحي دي ليها تكلفة عليا وعلى المريد إنما أنا النهاردة هو المريد مفيش حاجة فيزيكية هيدفع فيها فلوس كويس لأ هو هيجي يصور أشعة يدفع تماني الأشعة وبالين يحط الزرع بالجهاز مفيش حاجة هتتصنع مخصوص غير السوفتوير عشان يدفع تمانها فبالتالي هو بيجي تدفع تماني الزرع تماني الأشعة ويمشي وحط زرعيته في خمس دقائق وياخد أعلى درجة من الدقة والإتقان النقطة المهمة جداً جداً إن أنا النهاردة علشان أحط الزرع دي بالتكنيك ده خدت وقت قد إيه خمس دقائق زيار تلاتين سنة حطيت الزرع في تلاتين سنة طيب من النقطة المهمة جداً جداً برضو البرنامج ده عنده قدرة عالية جداً 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 على الأمان للمريض إزاي؟ زي ما أنت حريك شايف كده أولاً الكاميرا دي اللي بتصور فيه كاميرا بقى الكاميرا الموشن ديكشن دي بتصور كمان العملية بالكامير بتاعة الزراعة فالمريض ممكن لما يخلص ياخد سيدهاية كده عليها فيديو العملية وعليها خطوات العملية وعليها كل حاجة عارف ذاي فيديو الأسطرة كده اللي بتعمل بتاع القلب بتاع القلب هو ذاي بالظبط النقطة التالتة البرنامج ده هو الجهاز ده مفيش منه غير 18 في العالم لأنه هو محتاج حاجة اسمها نافيدانت بري سيرتيفيكيشن حضرتك لازم تبقى سيرتيفايد علشان تقدر تشتغل بالجهاز ده تمام؟ فبالتالي احنا جبنا راجل انترناشنال ترينر هم اتنين في العالم جبناه في شاينيويت الراجل طبعا الحمد لله زوهل قاعد يقولي انا ما شفتش الدكورات دي في حياتي وما شفتش المنظر ده في حياتي هو راجل اصلا ايطالي بس هو يعني قالك انا في ايطاليا كلها ما شفتش الكلام ده ولا يفعل منه انا بلف العالم بلف العالم كله بالجهاز ده عشان يوريلي الناس وبيقولي انا ما شفتش تشتغل وامريكا هي اللي بتعتبر زيكو كده وراح امريكا والله هو بيقولي ما شافش زي شاينيويت الحمد لله حاجة التانية انه هو غير الموضوع الـ كل حالة بتتعمل بيقوم البرنامج اوتوماتيك بيقوم مقارن الـ لان هو عنده بقى الفيديو انت حاطت الزرع فين معه عارف معه مصور بيقوم بركبهم لك على بعض يقوم ايلك اهو انا عندي الايرور بتاعي 0% كويس ويقوم باعت للشركة الام الجهاز ده دكتور ايمان في منه 18 جهاز على مستوى العالم على مستوى العالم مفيش غير 18 جهاز نافيدينت الشرق الاوسط كله بالكامل مفيهوش نافيدينت غيرها عند مصر عند شاينيويت فالحمد لله قدرنا نبقى في مصاف الاوائل في التكنولوجيا اللي هي كان الغرب بزمان بيرضاش انها هتيجي لمصر بس الحمد لله السقل بتاعنا في الانترناشنال ماركت دلوقتي في السياح العلاجية بقينا حطينا مصر في الخامسة الاوائل في التكنولوجيا طب الاسنان ما شاء الله وده حاجة مهمة جدا ان انت تقدم للشركات دي نوع من الاغراء عشان يقبلوا ان هما ينزلوا باجهزتهم في المنطقة ما هو الاغراء بيجي من انه الجهاز بيحق ريت بالنسبة لهم كويس فبالنسبة لهم لان الحاجات دي كلها بالنسبة لهم المستلزمات ما هو عايز يشوف عشان يبيع مستلزمات الجهاز ويبقى الريتنج بتاعه العدد الحالات اللي هيشتغل عليها الجهاز كويس فده اتراكشن بوينت بالنسبة لهم يا عمير اعلى سكور للجهاز ده على مستوى العالم عايز بس اقف عن ثلاث نوعات مهمين استفادنا منهم نهاردة في عادتنا انه احنا النهاردة الزراعة كان فيه ثلاث تخوفات اولا تخوف الامان ان انا خايف العصب مش عارف ايه حاجة تانية السرعة لانه كان فيه ناس كتير بتوقع في الزراعة فترة طويلة لا احنا احنا الزراعة السرعة الحاجة التالتة الكفاءة ان تايتانيام بكفاءته احنا نهاردة في الحوار اتكلمنا على ثلاث نقط مهمين جدا الاكروسي والكفاءة والسرعة ننخصهم في تاي دايموند لازم نحفظ الناس تاي تايموند اختصار تاي تايموند هو تعبير عن طبيعة الزركونيام انه فيه شبه من الماس الزركونيام حاجة رائع جدا في عالم طب الاسنان من كتر تقدرهم له تسموه ضايمة اللي هو الماس يعني جميل دايف العزيز استاذ دكتور شريع الحسين كالعادة امتعنا في حوار ممتع جدا فيه واحدة من المناطق المهمة في عالم الزراعة الزراعة حيث ثلاث نقاط ومخطط مهمين جدا كلنا نفسنا نعمل لهم اشي في منتجاهات الدقة والمتانة الجودة والصراحة صح كده؟ خليكم مع الدكتور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر